يعني لا جديد يعني الأمور على ما هي ولكن هناك قضية جد مهمة يجب أننا نتحدث عنها هي قضية موجة العلاقات العامة التي تقوم فيها إسرائيل في العالم وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال الأيام الخمس الماضية قامت بجهود حقيقة جبارة في موضوع ترويج الدعاية الإسرائيلية لن نتحدث فقط عن الولايات المتحدة نتحدث عن دولة مثل بريطانيا على سبيل المثال صحيفة التايمز التي كانت تنشر الأكاذيب الإسرائيلية حول بربرية الفلسطينيين وقطع رؤوس الأطفال في ألمانيا كان هناك مظاهرات التي منعت من قبل الشرطة الألمانية وذلك بحجة أنها مظاهرات لا سامية في فرنسا تم رسم العلم الإسرائيلي على برج إيفل في الولايات المتحدة طبعا حدف ولا حرش الإعلام الأمريكية تحدث وكان هذه المعركة هي معركة احتلال العراق وليس بأنها معركة تتعلق بفصيل فلسطين وإسرائيل كيف حدث هذا؟ هذا حدث ببساطة بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية شمبرت عن سواعدها وبدأت بحملة علاقات عامة قوية وناجحة لغاية الآن وذلك في اختراق الرأي العام الأوروبي والرأي العام الدولي بهذه الطريقة التي أصابت الفلسطينيين في مقتل هناك شيطنة ليس لحماس هناك شيطنة لغزة وهذه قضية جد مهمة بأن حتى الإعلام بدأ يخلط بين حماس وغزة غزة وحماس وهذا في المجتمع الدولي بدأ يتبلور إلى موقف هذا الإعلام التقليدي في الإعلام السوشيال ميديا نحن نتحدث عن جيوش من الخبراء المؤثرين الممثلين الرياضيين الذين يعملون خدمة للجانب الإسرائيلي لترويج الرواية الإسرائيلية وهي كالتالي بربرية الفلسطينيين يقطعون الرؤوس والاختصاب لا أدري من أين جاءوا بكلمة الاختصاب لم يكن هناك أي تسجيل لأي شيء هذا حقيقي في موضوع الاختصاب ولكن اللي في حدث أنا بن يمين نتونيو عندما تحدث مع بايدن في اليوم الأول للحرب سوف نتحدث عن بلينكين بعض قليل ولكن عندما تحدث نتونيو قال قاموا باختصاب النساء هذا عملين لم يتم تسجيله لا من وسائل الإعلام الإسرائيلية ولا بأي كاميرات ولا بأي شهادات عموما يعني لم تخرج أي سيدة إسرائيلية أو في إسرائيل لو كان في اختصاب لا أحكو يعني ولكن هذا لم يحدث إضافة إلى الرواية التي يتم ترويج بشكل كبير جدا وهو قطع رؤوس الأطفال هذا لربما لا نسمعه بالعالم العربي لا نسمع وسائل الإعلام العربية ببساطة لأن البروبغاندا الإسرائيلية لن تمر عبرنا ولكن مهم للمشاهد العربي أن يفهم بأن هناك جيش جبار من الإسرائيليين من المتعاطفين مع إسرائيل من الصهاينة في العالم من الآلة الإعلامية الإسرائيلية التي هي فعالة عموما جدا وقوية جدا لترويجها في المسألة طيب بلينكين الآن حط رحاله في إسرائيل نذكر مرة أخرى أربع اتصالات هاتفية جمعت بن يمين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي تخييلي أربعة اتصالات هاتفية بلينكين يصل لإسرائيل وسوف يجتمع مع الجميع مع قاعد الجيش مع رئيس الوزراء مع رئيس الدولة مع بني جانس على الأغلب سوف يكون هناك اجتماع لربما سوف يأخذونها إلى الجنوب وهذه هي الطريقة التي تريد طبعا لربما الأمن الأمريكي الأمن الأمريكي لن يسمح بذلك ولكن أي مسؤول دولي الآن سوف يأتي سوف يفعب إلى غلاف غزة ليشاهد الفضائع التي حدثت في غلاف غزة ويشاهد اختصاب النساء وذبح الأعناق وداعش الموجودة في غلاف غزة كل مسؤول دولي سوف يأتي سوف يذهبون به بالسيارات المحصنة لكي يذهب ويشاهد ما يجري إضافة طبعا إلى إدخال الصحفيين الأجانب لرواية هذه الرواية وهذا جزء من الشيطنة لكيفية التعامل بلينكين يحمل رسائل هامة لإسرائيل الدعم وكل هذا الموضوع بلا شك ولكن هناك رسالات دبلوماسية من العالم العربي يعني أنت تعلمين الأردن مصر السعودية الأمارات المغرب هناك غضب عربي من استمرار وتتحرج هذه المعركة بلينكين لن يتحدث في العسكر هناك أستن وغالنت يتحدثان وزيري الدفاع بهذه المواضيع ولكن بلينكين كما فهمنا سوف يتحدث حول هذه المسألة في الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي سوف يكون هناك مؤتمر صحفي في تل أبيب عموما وليس في القدس المحتلة لعله هناك بعض الترتيبات في هذه المسألة أخيرا بنسبة لموضوع الترتيبات في موضوع الغزو الآن نحن نتحدث لكي يكونوا يفهم معنا المشاهد نحن نتحدث الآن عن خمسمائة ألف جندي في إسرائيل بين نظاميين وبين احتياط للعمل على الجبهة الشمالية والعمل على الجبهة الجنوبية خلال الأيام القادمة سوف يتم استكمال هذه المسألة الإشكالية التي تعاني منها إسرائيل كما تدعي هو النقص في الصواريخ الدقيقة وركزي معي النقص في ماذا؟ في الصواريخ الدقيقة ولما يكون فيه نقص سوف يكون هناك كل الدقة هذا الذي وصل البنتاجون عموما هذا الذي وصل وزارة الدفاع الأمريكية بأن إسرائيل تطلب الصواريخ الدقيقة من الولايات المتحدة لا مدفعية ولا دبابات ولا طائرات ولا شيء هي تطلب الصواريخ الدقيقة أحمد يعني طبعا لترويج الرواية أحمد البوديري